موسيقى شركة مياه الشرب كمان أعلنت انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها طمورة وشبرامنت وزاوية أبو مسلم والحرانية وباني سويف ونزلة الأشطر ومانيا الشيحة من يوم الجمعة 6 مساء ليوم السبت 6 صباحا نروح لتقرير كورونا اليومي مبارح 121 حالة زيادة 8 حالات عن اليوم اللي قبله إصابات بفيروس كورونا الوفيات 16 والمتعافين 700 وزيرة صحة وسكان أعلنت فحص مليون 654 934 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة من وقت انطلاق المبادرة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي ومن يوم 18 سبتمبر بعد التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة تم تقديم العلاج لـ 414 111 111 مواطن مجانا وزيرة صحة وسكان أعلنت عن الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانا لـ 74 022 مواطن من خلال 80 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في فترة من 21 من 1 لـ 20 سبتمبر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية كمان وزيرة صحة وسكان أعلنت انها يتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخالفات الطبية في المدارس أنها نفايات خطر وهيتم تجمعها في أكياس حمراء وتشكيل لجنة في كل مدرسة هتكون مختصة بالتخلص الآمن منها لمعنى على أي انتقال لأي عدوى نروح لجامعة الأزهر اللي أعلنت فتح بها بالتسجيل للرغبات الطلاب دور الأول للثانوية الأزهرية يوم لتنين الجاي 28 سبتمبر وهيستمر الحد يوم 1 أكتوبر وهيتم فتح بها بالتسجيل للرغبات الطلاب دور الثاني من يوم الحد 4 أكتوبر ليوم 3-6 أكتوبر وهتعلن نتيجة التنسيق يوم 10-10 مجلس جامعة الأزهر وافق على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى على شهادة الثانوية الأزهرية السنة دي بشرط أن طالب يكون مقيم في المحافظة إقامة فعلية والمجلس وافق كمان على إضافة معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة لرغبات التنسيق ابتداء من العام الدراسي الحالي فرنسا أكدت استئناف رحالتها السياحية للمدن السياحية الشاطئية المصرية اعتبارا من شهر 10 اللي جاي نروح للمملكة العربية السعودية اللي تم افتتاح أو المتحف للسعادة على مساحة 1300 متر كل غرفة في المتحف بتتضمن تجارب حسية وبصرية بتهدف لرفع هيرمون السعادة حلو ده وفيه كمان أماكن للإسترخاء والتسليحة وبرامج ممتعة للزوار بتضمن لهم قضاء وقت سعيد وفيه محل هدايا بيحتوي على منتجات مختلفة بتحمل رسائل عن السعادة يا رب ارزق الجميع بالسعادة وانت دور على اللي سعادك بنفسك وان شاء الله السعادة هي اللي تدور عليك كمان خليك معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 ولسه معك أحمد يونس